عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعا لمناقشة الترتيبات الخاصة بجلسات قضية الدعم العيني والنقدي على نطاق واسع يضمن مشاركة جميع المعنيين من خبراء ومتخصصين ومؤسسات تنفيذية ومجتمعية على أن تكون المناقشات بتجرد وحيادة يأتي ذلك لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتلبية احتياجات المواطن الأساسية في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية فضلا عن وضع تصور لمناقشة الطورات القضية الإقليمية والدولية وذلك استجابة لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ووضعها على طاولة أولويات جلسات الحوار